عبرت وزيرة الخزانة الأمريكية جونت تيلن عن قلقها بسبب تهديد إسرائيل بقطع الصلاة بين البنوك الفلسطينية وبنوك المراسلة الإسرائيلية التي تعد خطوة قد تغلق شريانا حيويا يتغذى أو يغذي القطاع الفلسطيني أكدت وزيرة الخزانة الأمريكية أن الولايات المتحدة وشركائها في حاجة لبدل كل ما في وسعهم لزيادة المساعدة الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة لاحتواء العنف في الدفة الغربية والسعي لاستقرار اقتصاد الدفة الغربية كان وزير المالية الإسرائيلي أكد على احتمالية عدم تجديد إعفاء تنتهي مدته في الأول من يوليو القادم والذي يسمح لبنوك إسرائيلية بالتعامل مع مدفوعات بالشيك الإسرائيلي لخدمات ورواتب مرتبطة بسلطة الفلسطينية اشتركوا في القناة